دكتور عاطف لو قلنا أن العلاقات المصرية الفرنسية ممتدة ومتميزة جدا حب أعرف أن حضرتك أولاً الهدف من الزيارة وكمان دلالات التوقيت بالذات خصوصاً أنها الزيارة الأولى لماكرون بعد توليه الرئاسة في 2017 يعني أنا هبدأ مع حضرتك بالشقة الثانية من السؤال دلالات التوقيت لأنه دلالات التوقيت في الحقيقة مهمة جداً صحيح مش بس لأنها الزيارة الأولى لمكرون لمصر منذ توليه السلطة في 2017 لكن كمان لحساسية الظرف السياسي اللي بتعيشه في فرنسا دلوقتي صحيح يعني كلنا عارفين أن فيه مظاهرات كبيرة جداً في فرنسا أمبارح السبت كان فيه مظاهرات كبيرة جداً فإن رئيس فرنسا يعني يختار أنه يزور مصر أو يزور بلد خارجي في هذا التوقيت وأنه ما يلغيش الزيارة وهي مبرمجة من قبل فده دليل على أهمية مصر بالنسبة لفرنسا وأهمية مصر بالنسبة للرئيس ماكرون وبالتالي أن أي رئيس في ظلف سياسي داخلي معقد غالباً بتلغى كافة الارتباطات الخارجية وبيكون التركيز غالباً على الشأن الداخلي إلا إذا كانت الدولة اللي هيزورها لها أهمية استثنائية وأعتقد ده الوضع بالنسبة لمصر ودي بالفعل الزيارة الأولى لمكرون لكن الزيارة سبق وأن التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بماكرون في فرنسا ودي برضو كانت من العلامات المميزة للعلاقات المصرية الفرنسية أو دليل على أن العلاقات المصرية الفرنسية بالفعل تحظى بأهمية استثنائية لكل البلدين لأنه بعد خمس شهور فقط من انتخاب ماكرون كان الرئيس السيسي بيزوره في قصر الإليزي وكانت زيارة مهمة وتم الاتفاق فيها على ملفات كتير وتم توقيع اتفاقات كتير الزيارة دي أعتقد أنها تأتي مكملة للزيارة الأولى التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر تحديدا 2017 أعتقد أنها زيارة شاملة يعني ميزة العلاقات المصرية الفرنسية أنها علاقات شاملة يعني تبدأ من السياسي مرورا بالاقتصادي مرورا بالثقافي والاجتماعي كافة المجالات والعلاقات المصرية الفرنسية تحديدا بيميزها أن فيها بعد ثقافي مهم ربما لا يوجد فيه علاقات مصر بدول أخرى أو علاقات فرنسا بدول أخرى لذلك كان ملاحظ هنا أنه ماكرون بدأ زيارته بزيارة أسوان والمعابد الفرعونية في أبو سيمبل تحديدا وده أعتقد دلالة مهمة جدا على أن مصر بالفعل ولع فرنسي يعني تحديدا منذ عصر أو منذ عهد شامبليون وفرنسا تولي لمصر أهمية ثقافية كبيرة عشان كده كانت دلالة رمزية كبيرة أن ماكرون يبدأ زيارته بزيارة الأثار الفرعونية أن ماكرون يستحب معاه نحو 24 مثقف وأكاديمي وليس فقط رجال سياسة ورجال اقتصاد فده أيضا دليل 2019 هو عام بالفعل زي ما حضرك قلت في مخدمة البرنامج عام الثقافة الفرنسية المصرية وهناك فعاليات عدة بنحتفل في 2019 بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس وبالتالي العلاقات المصرية الفرنسية بالفعل تضرب بجذورها في التاريخ وفي الثقافة كما تقوم على مصالح سياسية متبادلة ومصالح اقتصادية متبادلة وبالتالي أعتقد أن دي كل الملفات هتكون مطروحة خلال لقاء الرئيسين وخلال لقاء الرئيس ماكرون بعدد من المثقفين